بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الناد وأشهد أن لا إله إلا الله بعده لا شريك لا أكثر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقرباها حب تقاتي ولا تضطن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقربوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقوا منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا وادقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا دقوا الله وقولوا قولا سديدا يصوح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظينا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلف وشر الخمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يحتفل بعض المسلمين في يوم الرابع عشر من شهر فبراير بعيد النسبنا بعيد الحب وذلك مشاركة لهم مع غير المسلمين في الاحتفال بهذا اليوم أو ما يعرفه بيوم القديس فلن تغيبا والمسلم قد شرع الله سبحانه وتعالى لكم أعيانا وجعلها هي محل الفرحة والبهجة والسروف وأعادها الله عز وجل عليه في الأيام معلوما وأغطى الله سبحانه وتعالى لشعائر وهمر بتعظيمها فقال ومن يعرف شعائر الله فإنها من تهوى الولو وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل قوم عيدا وأعياننا منصوص عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرد لكم بيومين خير منهما يوم الفقر ويوم الأرحى ثم أنها من المشاركة فيها من المخالفات العقيدية الكثير ومنها التشبه بغير المسلمين وقد نهت نبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ومن تشبه بغوم فهو منهما وقال خالف اليهود خالد أشركين خالد أجوس خالد أهل الكتاب وبيننا نبي صلى الله عليه وسلم أن مواثقتهم فيما هو من عاداتهم وناهر من شعائرهم إنما يحدث في هذه الأمة وفيه خطر عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سننا الذين من قبلكم حذوى القذة بالغذة شبراً لشبراً لذراعاً 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 حتى لو كان منهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قلنا اليهود والنصارى ورسول الله قال فمن أي فمن غيرهم وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان منهم من يأتي أمه على قارعة الطريق أن يزنين أمه على قارعة الطريق لكان منكم من يفعل ذلك يعني تشبهاً بهم وسيراً على دربهم وهذه خطورة الانحراف حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وجحر الضب ضيق ونثم ومع ذلك تدخلون هذا الجحر وذلك بسبب موافقتهم لما هم عليهم فإن اعتقد الإنسان ما يعتقدون في أعيادهم أي في أعياد المشركين فإن ذلك خادل في العقيدة وإن شابهم بغير اعتقاد فإن ذلك ربوع في إذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من مخالفتهم وبين أن المخالفة ينبغي أن تكون في القول وفي الفعل وكذلك في الاعتقاد يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقلوا انظرنا واسمعوا فإن الكفاف كانوا يقولون بالنبي صلى الله عليه وسلم راعنا أي أنت أرعى سيء التصرف وكلمة راعنا أصلها اجعل رعايتك لنا لكن كانوا نخصدون بها معنى سيء فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة بالمعنى الحسن حتى لا تشده مع بعين المسلمين في المعنى السيء يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقلوا انظرنا واسمعوا فإن هذا الأمر يدل على أن المسلمين ينبغي أن يخالف المشركين في شعائرهم وأعيادهم وعوائدهم لأن الظاهر يؤثر على الباطن وأن المشابهة في الظاهر تؤثر على الباطن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوهن صفوفكم أو لا يخالف المنظر بين قلوبكم فبين أن المخالفة الظاهرة تؤدي إلى المخالفة الباطن وكذلك الموافقة الظاهرة تؤدي إلى الموافقة الباطن ثم أن هذا العيد تشتمل على دعوة الفسق والفتور فإن هذا الخديس كان في عهد من الرومان وكان قد منع الزواج أي إمبراطور لتكثير عدد المنون الذين يحاربون معه فهذا الخديس يعقد الزوائل سراً وذلك حال مخالفة لحاكمه في هذا الواقف فلما قلت عليه وسلم كان سجانه عنده ابنه قد مصيبت في العمى فقالوا أنه رد عليها وصرها ثم نشأت علاقة حمر بين القديس وبين هذه الفتاة فلما سيق إلى إعدامه أرسل إليها رسالة يعبر فيها عن مدى حبه وميله إليها فكان في هذا اليوم يرسلون الرسائل التي تعبر عن المحبة والتي بدلها وسنها هذا القديس وهذه علاقة لي المشروعة بين من يسمى بهذا القديس وبين هذه الفتاة ورسالة غير مشروعة أيضاً التي أوسلها إليها ثم سن سنة سيئة كان الناس عليها بعد ذلك فبدأوا بالرسائل ثم تطورت إلى هذه الهدايا التي تتلول من لون الأحمر وذلك الاندماء التي سلت من هذا القديس عندما أعدموهم بسبب ذلك فهي أولاً مخالفة في العقيدة والأمر الثاني أنها مخالفة في الشريعة الجذائر من أنها تدعو إلى ما لا يدعو إليه شر من الحريف ويبقى السولاد وهل عندنا نحن في شرعنا هذا الحب نعم عندنا حب ولكن له أشكال وألوان تدل على العفة والطهر فإن المحبة الأولى هي محبة الله سبحانه وتعالى أن تكون محباً لله عز وجل ولأجل أن تكون محباً لله وأن محبك الله سبحانه وتعالى لابد من إجراء عمليات كثيرة تدل على محبتك لداء وعلى محبة الله عز وجل فإن أناساً ادعوا محبة الله عز وجل فابت له يا رلاية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويغفر لكم ذنوبة فبينته سبحانه وتعالى أن علامة محبته بانتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على دربه وسلوك طريقه صلى الله عليه وسلم بغير اتداع والاختراع لا يفتح لنا أن نبتدع أو نخترع أو نبتكر في دين الله ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شهادتك أن محمد رسول الله تعني طاعته فيما أمر واشتداك ما عنه نهى وسجر وأن لا تعبد الله إلا بما شرع الإنسانه صلى الله عليه وسلم فلا يجوث أم تضيف شعاكرا ولا عبادات ولا معاملات ولا غيرها لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الاتداع هو السير على دربه دربه صلى الله عليه وسلم لأن الله أكمل له الدين وأتم عليه النعمة وقد بلد رسولنا صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وبين أن الهداية في طريقه واتبعوه لعلهم تهتدون فالهداية إنما تأتي من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه أول علامة على محبزك لله سبحانه وتعالى وأما الثانية فهي في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يبتدت منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون هذلة على المؤمنين العلامة الثانية التوابع الذي يكون بين المؤمنين وخفض الجناح للمؤمنين والمعاملة مع المؤمنين بذلة التذل لهم والسهولة التي يكون عليها المؤمن تجاه أخيه وعلى التكبر عليه والتجبر وظلمه وإنما يكون منه قوابعاً لإخوانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً أريضاً قلب لم فضوا من حوله فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وقال تعالى وخفض جناحك للمؤمنين ينبغي أن تكون أن يكون هناك اتسار وذلة في التعاكل مع المؤمنين وهذا الأمر عند الله يتنافق مع سبق المؤمن وشدمه ولعنه والاقتداء عليه وتكفيره وتفسيقه وعلى الأقتداء عليه بشدة أنواع يتداء ساركها من قول أو من فعل أو بغيره فإن ذلك يتنافق مع الظلة التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين أعزة على الكافرين يبلغ أن يكون المسلم عزيزاً بذينه فإله العزة ولرسوله وللمؤمنين وأن دين الله سبحانه وتعالى هو الأعلى والذي أرسل رسوله في الهدى والدين الحق لنؤثره على الدين كله ولو كارها المشركون لا ينبغي أن يكون المسلم كسراً ولا منهزماً ولا صارراً وإنما يعرف أنه لا ينبغي أن يكون الكافر عليه سبيلاً ولن تجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً فإسلامنا يعجل ولا يُعلا عليه والمؤمن كذلك يعجل ولا يُعلا عليه فهذا المؤمن بالله عز وجل وبالرسل وفي الكتب وبالمداركة وبالقدر وباليوم الآخر هذا أعلى درجة موجودة في بني آدم التي نكرمهم الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يعتز المسلم بدينه وأن يُظهره وأن لا يكون هناك عورة يخشى منها لأن ديم الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل عين والسالم من كل نفس وهو الذي امتلأ الحجة والبيان في داخله حتى أنه قوي بنفسه ينفذ إلى قلوب الناس بميّر أداة تُعهله وإنما ينفذ رفوذاً عظيماً في قلوب الناس إذا ما عُرض عليه ولذلك الكفار لا يستطيعون التعرض بهذا الحق ولذلك قال في ذلك أنهم لا يبغي لهم أن يسمعوا وقالوا لا تسمعوا بهذا القرآن والغوفين وقال نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا صابعاً في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استقداراً فهذا الله لا يستطيعون سماع الحق لأنه ينفذ إلى شضاف القلوب فهو قوي بنفسه فينبغي أن يكون المسلم عزيزاً على الكفر بكل أنواع وعزيزاً على الكفريات التي يكون بها وأن لا يجب لنفسه نقيصة فإنما جاء في دين الله سبحانه وتعالى هو أعز وأكرم أعزة على الكاثرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله وهذا انتهاب عداد الله أن بأنواعه قلها سواء كان في هذا النفس أو كان في هذا الشيطان أو كان في هذا المنافقين أو كان في هذا الكفار فإنه ينبغي أن يمارس هذا أن يجاهد نفسه أولاً فإن لم يستطع أن ينتصر على نفسه الذي بين جبيه فإنه لم يستطع أن ينتصر على عدوه الخارجين وله ثلاثة أعداء الخارجين الشيطان والمنافقين والكفار ولكي ينتصر عليهم لا يمد أن ينتصر على نفسه أولاً فإذا طوع نفسه لله وعبدها لله سبحانه وتعالى وجعلها جنديا من جنود الله سبحانه وتعالى نصره الله سبحانه وتعالى وأعزه ومكن الله سبحانه وتعالى له دينه الذي اضطرى له قول الله تعالى ونريد أن نمنع الذين استضعجوا في القرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريد العون وهامان وجنودهما لهم ما كان يحذرون ولا يخافون لهم ثلائل عندما يذنون في دين الحق عندما يفعدون ما أمر الله سبحانه وتعالى عندما يقولون بقول الله عز وجل وبقول رسوله لا يخافون لهم ثلائل لا يخافون لهم الناس عليهم أن يصفوهم بالتشد أو التطرف أو الإرهاب أو التخلف أو غير ذلك فإن هذا لا يعنيهم حتى لو كان منهم سبا وشكما واتهاما كما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ساعر وكاهم وشاعر ومجنون أو قالوا في هؤلاء الذين اتبعوه إنه كإن اتبعك الذين هم أراضينا باديا راه فثموا المؤمنين بأنهم هراه وكانوا من المؤمنين يضحقون إذا لموا هؤلاء المؤمنين يضحقون منهم ويسخرون منهم ويستهزون منهم ومع ذلك المؤمن لا يخاف في الله لوم تلائم إذا كان على دين الله وعلى ربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعبأ شيء بالذلك وإنما ذلك يكون في بزان حسناته عند الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأواهم قالوا إن هؤلاء لضادون فهذه أوصاف التي ذكروها في هؤلاء المؤمنين لم تردهم عن طريقهم وهؤلاء لم يعبأوا لمثل هذه الكلمات وإنما صبروا على الطريق فإذا كان الكفار يتنادى بعضهم على بعض أنمشوا واصبروا على آلهتكم وهم يعبرون الباطل ويقومون به ومع ذلك يتواصل بعضهم ببعض أنمشوا واصبروا على آلهتكم فكيف لا نصبر نحن على ديننا ولا نصبر على سنة حصول الله صلى الله عليه وسلم التي جاء بها هذه أوصاف تدل على محبتك لله سبحانه وتعالى ثم أنه إذا جاء الإنسان بالنواثير بعد الثرائر فهذا دليل محبته لله ومحبة الله سبحانه وتعالى لك ما تقرب إلي عبده لأحب إلي مما افترضته عليه ويأذر يتقرب إلي من نواثي حدا وحبا فإذا أحببته كنت سمعه لني يسمع به وبصره الذي يوصل به ويأله التي يردش بها ورجله التي يمشي بها ولئن دعاني له جيمانا ولئن سألني لأغطيانا فيسمع مسددا في سمعه وفي بصره وفي بطشه وفي مشهه يسمع مسددا لذلك كله لمحبة الله سبحانه وتعالى لك بل يضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض بذلك فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدنا نادى جبريل أن يحب فلانا فأحبه ثم ينادي جبريل على الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبه ثم يوضع له القبول في الأرض فإجباع الفرائل للنواثي يؤدي إلى محبة الله ويؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى له ثم التحاب في الله والتزاور في الله والتباثل في الله والتناصح في الله كل هذا يؤدي إلى أن تكون حبيبا لله سبحانه وتعالى ويهبك الله سبحانه وتعالى قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القبسي حقّت محبّتي للمتحبّين فيه وحقّت محبّتي للمتزاورين فيه وحقّت محبّتي للمتبادرين فيه وحقّت محبّتي للمتواصلين فيه هذه محبة أحقّها الله سبحانه وتعالى على نفسه إذا كنت تحبّ الأشياء لله سبحانه وتعالى وإذا كنت تتزاور بينك وبين إخبانك في الله سبحانه وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زال الرجل أخا له في القرية فأرسل الله على مدرجته أي على طريقه ملكا فقال يا عبد الله بين تريه قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عنده من نعمة تنبغ عليه قال لا غير أني محبه في الله قال إني رسول الله إليه أخبرك أن الله فأحبك كما أحببت فلنا فيه بمجرد الزيارة سواء كانت عيادة للمريد أو زيارة لإدخال محبة والسرور أو مشاركة في أفراح أو في أدراح فإن هذا كله يكون في ميزان الحسنات ويؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى وكذلك الإحسان الإحسان إلى الناس والإحسان إلى الناس سواء كانوا من الأقارب أو كانوا من الكيران أو كانوا من غيرهم من المسلمين والإحسان إلى الحيوان والإحسان في العمل والإحسان في القول فإن ذلك كله يؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهذا يكون في القول وفي الفعل قال تعالى وَحُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وَقَالَ تَعَلَى وَجَادِلُهُمْ بِاللَّتِهِي أَحْسَنَ فَلَيْكُونُوا مِنَ الْمُسْفِلِ السَّبْبُ وَلَى الشَّبْ وَلَى اللَّعْمِ فَإِنَّ لِسَانُهُ ذَا يَنْضُهُ بِهَذَا لِيْسَ الْمُسْفِلِ السَّبَّابِ وَلَى اللَّعَامِ وَلَى اللَّعَامِ وَلَلْفَاحِشِ الْلَّذِيهِ هذا ليس من خلق المسلمين وإنما بيّن رومنا سبحانه وتعالى أن القول أن الإحسان يكون بالقول كما يكون بالفعل وقولوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ أَحْسَنَ فَيَنْبَقِ كَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْإِحْسَانُ وَهُوَ الْبِرْنِ والأَلْبِرْنِ وَالسَّعِي فِي حَاجَاتِ الْنَّاسِ وَرَفْحِ الْظِلْمِ عَنْهُمْ وكذلك كل ذلك من أقواب الإحسان ومن رعاة عوائج الناس فهذا الأمر عباد الله يؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى وكذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوبين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصور دعا الله عز وجل كافة المؤمنين إلى التوبة إليه سبحانه وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إني لأتوم إلى الله وأستغفره في اليوم سبعين مرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم محصى له في المجلس واحد يقول أستغفر الله وأتوم إليه مئة مرة وهو عبده نفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام فالتوبة عبادة لله سبحانه وتعالى والله يفرح بتوبة عبده إذا كان إليه وأناف ورجع إليه فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده فرحا عظيما مع أنه هو الضمير الحميد وأنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى لا تستغنع ربك برفك عين ومع ذلك يفرح بتوبتك ويفرح بتوبتك إلى الله سبحانه وتعالى ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين ينبغي أن يكون المسلم على تهر سواء كان ذلك التهر من الجناب أو كان ذلك التهر للصلاة بالوضوء أو كان التهر من الأمجاس والأجناس وهذا نوعين النوع الأول هو ما يكون في القلب من الرجس إنما يشربون نجس فلا يرغب المسجد الحرام بعد عامين هذا وهذه النجاسة والسجسية إنما هي في قلوبهم لنجاسة ما يعتقدون في الله وفي الرسل وفي الكتر وفي اليوم الآخر فينبغي المسلم أن يظاهر قلبه من الشيء وأن يظاهر قلبه كذلك من الأخلاق المديئة كالحسد والكبر والعجب وغير ذلك مما يكون من أخلاق الرديئة في القلوب ويبغي أن يظاهر بدنه كذلك من الأجناس والنجاسات وأن يظاهرها قهارة أعلى من ذلك بالغسل والوضوء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصفق ذلك وأن يكون على أحسنها فإن الله جميل يحب الجمال إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ولذلك جاء في شرعنا الغسل والمضور وجاء في شرعنا التكحر من الأجناس والأنجاس والاستنجاء وإذا رحنا على السميلين من الأوساق فإن هذا شرع نبي لله عز وجل ونتعبب لله عز وجل به وجاء في شرعنا التسن في البطي والسواق ولبس أحكى الأحسن الثياب في المجتمعات إذا خرج الإنسان وكذلك حرف الشعور الزائدة من الأبطين والعانى وغير ذلك حتى لا تكون هناك بوائحة مكولدة كريهة تخرج من جسد الإنسان والرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يحب أن يكون ثوب حسنا ونعني حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ثوفين للجمعة والعين لا ينبسهم إلا للجمعة والعين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الضياب وهذا الثوب الأبيض ناصع لا يقبل عليه أي نوع من النوساء بخلاف الأثواد الغامضة كالذي ألبس هذا من السواد لو جاء عليه الرجل والوحل ما ظهر فيه ولأنه كان يحب الغياغ وهذا دليل نصاعة هذه الملابس التي كان يلبسها ونظافتها فالقوى القيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الملبس وكان يتهجأ أحسن الهيئة فيلبس النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان موجودا من الملابس في عصره فلبس المميص ونزار والرداء ولبس السروان ولبس القضاقي الملابس المصرية ولبس العباء العمانية ولبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حضرة أولي المخضط بأسود ولبس القميس العماني فكل ما كان موجودا في عصره لبسه وكان يلبس العنانة صلى الله عليه وسلم ويضعها على رأسه في أحسن أيها يتزيرها صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر عباد الله عباده نتعبذ بها من الله سبحانه وتعالى ومدون من الملل ربما يتعبذ بالأدران والأوسع وربما ضينا من الملل يبالب فيها كان اليهود إذا سقطت نجاسة على جلد أحدهم يقرضها بالمقارير يعني يقرب جلدا فاضل إلى حسن التسير في الشريعة عندنا أنك تزير النجاسة وتحافظ على جلدك ولا تؤلم نفسك وإنما مجاء ما بين البينا ما بين اليهود وما بين المسلمين ما كان عليه من التعبد من أرساله حتى يقول أن الكرامة القديس فلان أنه لم يقترف اسم رسل الرجلين قد وأن القديس فلان ظل أربعين يوما مستنقع للنجاسات وآخر كذا وكذا مما يدل على التعبد من أوساق والنجاسات التعبد من أوساق والنجاسات وأعلى ذلك أهل الخنزير الذي يعيش في الوحل ولا يقوم إلا القضارة وغيرها فهذا يدل على ما نحن عليه من هذه الشريعة السمحة التي جاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يعرف بالوسطية الوسطية ليست التحول من الدين وليست ابتهاون ولا اتخاذ الوسطية تعني اتزام شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرع بطبعه وسطي إذ أنه بين غلوب عند اليهود أنهم كانوا يخرجون أبدانهم بالمقارير وعند غيرهم من يتعبد من أوساق فنحن لا هذا ولا ده وإنما نزيل النجاسة ونحافظ على أبداننا سليمة المعافة بغير أن يكون هناك آلم يتألمه وأحسن إن الله يحب المحسنين إن الله يحب التواهين ويحب المتغهرين فإن الله يحب المتقين أي أن تقوى الله سبحانه وتعالى وهي العمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتاب فعلاً واجتناباً ما أمر الله سبحانه وتعالى نفعله ومن نهى عنه نجتنب إبتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يتقل عبد ربه سبحانه وتعالى فإن الله يحب المتقين والله يحب الصابرين الذين يصبرون على أقدر الله المؤلمة ويصبرون في الله ويصبرون على طاعة الله سبحانه وتعالى ويصبرون عما حرم الله سبحانه وتعالى من المحرمات فلا يقترفوها هؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين والله يحب المتوكين والله سبحانه وتعالى يحب المتوكين الذين يتوكلون على الله عز وجل ويعتمدون بقلوبهم عليهم فعل أن يأخذوا بالأسباب المشروعة كل هذا يؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى كل هذا يؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى وهي ممارسة منك لمحبة الله عز وجل تثفت فيها أنك تحر لها سبحانه وتعالى إما الله يحب المقصطين أي الذين يكمون بالعبل بين الناس والله سبحانه وتعالى لا يحب الفارمين كما قال تعالى والله لا يحب الظالمين إن الله لا يحب الكاثرين إذن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين وإذن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب من كان خوالا أثينا كل هذه الصفات ينبغي أن تتخلى عنها وأن تتحلى بالصفات التي ذكرنا بالصفات التي ذكرنا التي توصلك إلى محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذل بين المؤمنين والعزة على الكافرين والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولتخوف الله لوم تلائم والتباع الفرائض من نوافل ثم بعد ذلك التحاد في الله والتزاور في الله والتبالل في الله والتناصح في الله سبحانه وتعالى ثم الإحسان إلى الخلق ثم تقوى الله سبحانه وتعالى والصبر والتوبة والتطهر والعقل والعقل كل هذه الصفات التي تمارسها أنت تمارس حبًا معالله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يحبك كما تحبه بال أعظم من محبتك له يحبك الله سبحانه لأن الله عز و�도 يكلما تقرب إليّ عبدي شِمران إذا تقرب إليّ عبدي شِمران تقربت منه ذراعًا وإذا تقرب مني ذراع تقربت منه بعض وإذا أتاني يمشي أكتروه إلولا وهذا يدر على أن تقرب الله منك أعظم من تقربك منه فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى فهو يحبك أعظم من محبتك له فهذه محبة موجودة يمارسها الإنسان وهي محبة تشع محبة على كل الخلائق ليست محبة متوجهة لله وإن فقط وإنما محبة الله سبحانه وتعالى تعني أن تحب ما يحبه الله والله سبحانه وتعالى لا يحبه إلا الخير ولا يحبه إلا العقل سبحانه وتعالى فلذلك هذه المحبة تشع محبة على بقية الأدميين فإن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحبه الله سبحانه وتعالى أقول قلبي هذا وإستدفع الحمد لله وكفل أهو سلاما على أهداف الذين اصطفى وصلب لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فإن المحبة الثانية هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن واحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال اللهم صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجدتهم حلوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من السؤال ما فهذا الأمر يدل على أن العباد ينبغي أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقول محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض من محبتكم لكل شيء بل أعرض من محبتك لنفسك كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عندما قال والله يا رسول الله لأنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي قال والله يا رسول الله لأنت أحب إليه من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعني أيضا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته وتوقيره صلى الله عليه وسلم وتبهيره ومحبة آل بيتي ومحبة صحابتي ومحبة أزوالي ومحبة ما جاء به من الكتاب والسنة كل هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أما ادعاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم مع معصيته عليه الصلاة والسلام فإنه زيف وزور فإن الشاعر يقول تعصي الله وأنت تزعم حبه هذا العمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأفعته إن المحب لمن يحب مطيع وأما المحبة الثالثة فهي محبة المؤمنين فهي محبة المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لثلاث من يكون فيه وجدت من حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من نسواهما وأن يحب المرء لا يحب خلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذ الله كما يكره أن يغذف في النار وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حق محبتي للمتحابين فيه والله سبحانه وتعالى جد يوما قيام أين المتحابون في جلاله اليوم الظله في ظل يوم لا ظل إلا ظل ومحبة المؤمنين أول ذلك أن تكون هناك علاقة مودة التي تجعلك تتمنى الخير للمسلمين وأنك كذلك لا تتمنى له شررا ولا سوءا وإنما تحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم مثل المؤمنين في تواجدهم وتعاقفهم وتراحومهم كمثل الجسد إذا اشتكت المعرض تداعى لهم سائر الجسد بالسلح والحمة هذه ثلاثة أنواع من المحبة يمارسها المؤمن في حياة وهناك محبة أخرى وهي المحبة الجبلية الفطرية التي فطر عليها الإنسان وهي محبة الوالدين ومحبة الأبناء ومحبة الأسوات ومحبة الإخوان ومحبة العشيرة ومحبة الأموال ومحبة الديار ومحبة التجارة ومحبة الإنسان هذا كله من المحبة الجبلية التي فطر عليها الإنسان وجبل وهذه المحبة المباحة إذا أدت إلى طاعة فإنها من قبيل الطاعات وإذا أدت إلى معصية فإنها تكون من قبيل المعاصي وإلا بقيت على الإباحة فإن الله سبحانه وتعالى يكون قل إن كان آذائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزوائكم وعشيرتكم وأموال من اخترفتموها وتجارة تخشون كسادة ومساكن فرضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فلين الله سبحانه وتعالى أن هناك أشياء حديدة إلى نفس الإنسان لأن هناك هنا الضابط وهو أنت يقدمها على محبة الله يعني إذا تعررت هذه مع محبة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نقدم محبة الله وليس مع ذلك أن الإنسان لا يحب والديه أو لا يحب أبناه أو لا يحب إخوانه أو أزوائه أو عشيرته أو يحب الأموال لأن هذا مزين مركب في النفس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدرة من الذأب والفطة والخير المسومة والأنعام والحرف هذه الأشياء مزين للإنسان المركب فيه حبها مركب فيه ولذلك أن الإنسان يحب والديه ولكن يحب رسول الله أكثر ويحب الله أكثر من والديه هل إنسان يحب أبنائه وهو يحب الله ورسوله أكثر منهم؟ ولذلك ينبغي أن يسخر هذه المحبة بخدمة المحبة العظمى وهذا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هل هناك مودة بين الرجل وبين زوجته في حياة المسلم؟ نعم هي أعظم مودة موجودة آية من آيات الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ودعا بينكم مودة ورحمة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أحب الناس إليك؟ قال أكشا رضي الله عنه أول لفض رفضهم زوجتهم صلى الله عليه وسلم قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قال ومن الرجال قال أبوها قال ومن الرجال قال أبوها وهذا يبن على مكانة الزوجة في قلب الرجل وهذا يؤدي إلى اتحاد اتحاد أي اهدانها الهدايا وإن خلق السرور عليها وكلامها بالمحصول بل أباح الله سبحانه وتعالى أن كذب عليها حتى لا يدخل عليها ما ينغرص عليها حياتها أنه يشرع له أن يكذب عليها بما ينغرص عليها السرور وأنه لا ينغرص عليها وهذا في محبة الرجل لمرأة ومحبة الرجل لزوجته وهذا يقول على أن هناك محبة فيها تواد وفيها تراحم فيها مودة وفيها رحمة كذلك حتى أن المودة لو تعرروا في شيء من الافتزاد وهذا وارد في حياة البشر أن الإنسان يحب ويكره من الأشياء فإذا وصل الأمر إلى أن يصبح يكره هذه المرأة فإنه يبغي أن نعاملها بالرحمة فإنه لا يدوز له أنه لأن مسألة مسألة الحب والكره مسألة متعلقة بالقلب لا يملكها الإنسان فإنه أرواح جنود مجددة إذا تعرف منها اختلف وإذا وما تنافر منها اختلف ولكن الرحمة يملكها الإنسان هذا قصف إذا أملك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصم بين نسائه وكان يقصد عند هذه ليلة وعند هذه ليلة وكان إذا سافر أقرع بينهما فمن جاء عليها السهم أخذها معه في السبق وكل ذلك عقل ورحمة فكان يقولوا اللهم هذا قصني إنا أملك هذا يؤخذني فيما لا أملك وهو القلب أن الإنسان يحب زوجة أكثر من زوجة ويحب أولاده يحب ولدا أكثر من ولدا لكن في الممارسة الفعليا وهي ممارسة المحبة والرحمة ممارسة الرحمة ينبغي أن يعدل بينه جنيعا فإذا أعطى هذا أعطى هذا وإذا أعطى هذه المرأة الزوجة أعطى الزوجة أخرى مثلها فهذه الممارسة لكن فينا في القلب فإن هذا يحب الله سبحانه وتعالى هذا من الحب المشروع الذي شرعه لنا والذي ينبغي أن نسعى فيه وأن نستفرغ هذه المحبات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا لا أن نخترع محبة لا نعرف عنها شيئا تدعو إلى الفصل والفدور وتخالف عقيدة أهل الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل الله أعلم حق حقا وارتقنا اتلاعا وأعلم الباطل باطل وارتقنا الجنار وأعلم تجعنهم التبسا علينا فنضل ولعنا بالمتقين إمانا اللهم قتل كفرة الذين صدرون عن سبيلك ويكذبون لرسولك ولا ينون بوعلك وهما خالل بين كلمتهم وأعلم في قدوبهم الرعب وأعلم عليهم عذابك وإنزأ إله الحق اللهم شدد شملهم وفرد جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشاكين واليهود والصليفين والشوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين اللهم انصر إخوانا المجاهدين في كل مكان اللهم مبتل لنا ولهم دينك الذي اتضيت لنا ومبتل خوفنا أمنى ويأسنا الرجاء اللهم اجعل بلادنا هاري آمنة نطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح لنا مائمتنا وولاة أمورنا اللهم جنب بلادنا التكفير والتخجير اللهم أمن بلادنا التكفير والتخجير اللهم أمن المسلمين في أوطانهم اللهم أمن المسلمين في أوطانهم اللهم اجعل بلادنا سطاء وخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وسبحان الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر